اهلا بكم اعزائي الكرام في الحلقة الماضية وفي اطار سلسلة من الحلقات لمناقشة ودراسة تاريخية مكة قدمنا مجموعة من المؤرخين والقادة العسكريين الذين تحدثوا عن بلاد العرب او زاروها ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد الى بداية القرن السابع الميلادي ولم نجد اي ذكر لمكة في كتبهم وخرائطهم وتركنا المجال للمؤمنين بالتاريخية مكة لتقديم اي خبر او مرجع يتحدث عن مكة يعود لما قبل القرن الثامن الميلادي واتمنى ان يوفقوا في هذه المهمة الصعبة لانها كالبحث عن ابرة وسط محيط اقصد بها مكة في التاريخ ما قبل الاسلام وفي انتظار ذلك طرحنا سؤالا مهما اين تقع مكة الحقيقية مصقة رأس الرسول محمد بن عبد الله والتي عاش فيها اكتر من نصف قرن من حياته في ضل غياب تام لتاريخ مكة الحالية الجواب جاء صراحة وبكل وضوح في الحولية البيزنطية العربية ما بين سنة 741 و 754 ميلادية وللتوضيح فعندما نقول كلمة حولية بين قوسين معناها تدوين وكتابة اهم الاخبار لحول كامل اي اخبار سنة كاملة تذكر هذه الحولية ان محمد عاش في مكة ما بين اور كالدان وبلاد ما بين النهرين اي على ارض العراق وهذا غريب لكن عندما نجد شهادة اخرى من احد المطارنا الكنائس الشرقية وهو شمعون مطران روارد داشير يتحدث عن محمد كقائد هرطقة واتباعه من الاحناف والعرب ونعته بالغاوي في عصر البطريارك يشعهب الثالث الذي توفي سنة 359 ميلادية ويحدد موطن هذا الغاوي بمنطقة رادان بين قوسين منطقة في الجنوب الشرقي للمدائن عاصمة السسانيين وتحدث شمعون هذا عن نوعين من العرب اعطاهم الله السلطان على حكم بلاد الفرس والعراق في تلك الفترة فأتنا على مجموعة من العرب لأنهم يمدحون عقيدة الكنيسة الشرقية ويحترمون القديسين والرهبان ويساعدون الكنائس والأديرة ومجموعة أخرى من الاحناف بقيادة صاحب هرطقة اقتلعوا الكنائس من جذورها وفرضوا على الشعوب المستعمرة تخلي عن نصف ممتلكاتهم مقابل الاحتفاظ بإيمانهم وقبل أن ننتقل للنقطة الأخرى لاحظ أحد المتتبعين من خلال المرجع الذي قدمته وجود كلمة أحناف في مقابل كلمة وثنيون وتساءل عن معنى هذه الكلمة وبحسب الموروط الإسلامي هم جماعة موحدون بالله كورقة بن نوفل وزيد بن عمر بن نوفيل وأمية بن أبي الصلط والجواب هو أن هذا المرجع باللغة السوريانية في الأصل وكلمة حنيف تعني بالسورياني وتني كافر هرطوقي نعود لما يهمنا وهو موطن هذا الغاوي بين قوسين الحنيف في رادان بالعراق حيث يوافق تماما مع ما جاء في الحولية البيزنطية العربية التي ذكرناها والغريب أن الكاتب لم يذكر الإسلام كدين جديد فقط الإشارة إلى هرطقة ونحن نتساءل مرة أخرى أي نوع من الهرطقة يقصد المطران شمعون التي أتى بها هذا الغاوي الجواب نجده في رسالة دكتورينا جاكوبي حينما أخبر أبراهام كاتب الرسالة من فلسطين أخاه يعقوب في قرطاج فيقول عن النبي الذي ظهر بين العرب بين قوسين محمد أنه ليس نبيا حقيقيا وكذلك يدعي امتلاك مفاتيح الجنة وهذه العبارة بالنسبة للمسيحيين دعاء خطير لأن مفهوم امتلاك مفاتيح الجنة أو السماوات هو مفهوم لاهوتي يعني أن من يملكها هو واحد من رسل المسيح الذين يحرصون مفاتيح الجنة في تسلسل منذ الرسول بطرس وذلك في إنجيل متى إصحى 16 العدد 19 وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات وهذا يعني امتلاك السلطة الرسولية والقيادة الدينية ولهذا السبب طرد الغاوي بين قوسين الحنيف من منطقة رادان بالعراق لأنه ادعى النبوة ووضع نفسه في القيادة الروحية والسلطة الدينية وهذا بالطبع لم تسكت عنه الكنيسة الشرقية قبل أن تقوى شوكته بل تم طرده ملحقا بالعار وبالعودة لمكة في النصوص القديمة كما قلنا فلا نجد لها أثرا لكن موطن نبي العرب في هدين المرجعين فهو بالعراق هذا الطرح يذكرنا بالحلقة رقم 57 والتي تحدثنا فيها عن قريش قبيلة الرسول ومسقط رأسه فبحسب الرواية التي قدمها الأستاذ الفونسو منغانا نقلا عن اللاهوتي السورياني مار نارساي في القرن الخامس الميلادي التي تتحدث عن هجوم أبناء هاجر على شمال العراق في تلك الحقبة تقول الرواية كانت غارة أبناء هاجر أكثر قسوة حتى من المجاعة ولا سيما شعبة قريش الذين هم مثل الحيوانات إلى آخر الرسالة وقريش كانت تعيش بحسب هذه الرواية في بيت عربايا بالعراق إذن ثلاث مراجع قبل الإسلام تشير لموطن الرسول الأصلي بالعراق حسنا هناك من سوف يتساءل عن تقديم هذه المعلومات الجديدة في حين كنت أقول بأن محمد عاش بمنطقة أرابيا بيترية وهي منطقة شاسعة حكمها الأنباط تضم سيناء وشمال السعودية والأردن وفلسطين فالقول بوجود النبي محمد في منطقة أرابيا بيترية يدعمه بقوة السياق الجغرافي الموجود في القرآن لأنه يشير في خطابه لخصومه لقرب سكناهم من منطقة أهل اللوت بين قوسين سدو معمورة وذلك في سورة صفات الآية 137-138 والمجتمع الذي يخاطبه مجتمعا زراعيا كما جاء في سورة الواقعة الآية 63-64 أفرأيتم ما تحرطون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وكذلك في سورة المؤمنون الآية 19 وصورة الأنعام 136 بالإضافة لمجاورة البحر كما جاء في سورة الجاتية الآية 12 وكذلك لقمان 31 إذن كما قلت عاش محمد متجولا في هذه المنطقة بحسب الظروف السياسية والدينية لتلك المنطقة أما مسقط رأسه فالآية تقول وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلناصر لهم سورة محمد الآية 13 تظهر الطرد المخزي الذي تلقاه محمد من أهل قريته وهلاكهم كان على يد محمد عندما قويت شوكته كما رأينا في شهادة شمعون مطران راوارد شير بقوله عن الغاوي بين قوسين الحنيف اقتلع كنائسكم من جذورها وهي كذلك إشارة لقتالهم في صورة الممتحنة الآية 9 نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معنا اشتركوا في القناة